موسيقى من أبواب المجاهدة بالمال فإذا قصدت به عاجزا في البيت لا يجد ما يكفيه فعطيته من هذا المال فأنت ممن يجاهد بماله في سبيل الله فإذا نظرت إلى ذي كربة أو شدة نزلت به فواسيته ولو بيسير من مالك فأنت ممن يجاهد في سبيل الله بمال إذا صحت نيتك وخلص قصدك لوجه الله تبارك وتعالى فإذا أعنت على دعوة إلى الله خالصة لا لإرادة سلطة ولا لإرادة سمعة وشهرة ولا لإرادة مالك فأنت مجاهد في سبيل الله بمالك كذلك مهما اقتطعت من نفسك ترك نوم في وقت في وقت السحر في وقت الاستغفار وتركت النوم وقمت وتركت المضجع ونفسك تستلذه فاستغفرت أنت ممن يجاهد بنفسك في سبيل الله وإذا طاب لك الخطوات خصوصا في الظلمات إلى المساجد بشر المشائين في الظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة فأنت ممن يجاهد بنفسه في سبيل الله وإذا صدقت في أنك تحب أن تذب عن الحق ورسوله ودينه بنفسك وتقدم في ذلك رقبتك في سبيل الله وهو أحب إليك من أن ترى شرع الله يهان وسنة المصطفى صلى الله وسلم تحارب وتنتزع فتكون روحك عندك في شعورك أرخصا من أن تبخل بها في هذا المضمار فأنت ممن يجاهد بنفسه في سبيل الله فإذا عدمت كل هذه المعاني فلا معي لك مع هؤلاء ولا مشابهة بينك وبين هؤلاء لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فالله ارزقنا مشابهتهم ومتابعتهم ومحبتهم والاكتدابهم